هي من خلال لقاءه او ملاقاته فريق سان داونز على ارضه ساعة ثلاثة وما ادراك مع سان داونز على ارضه ولكن قدر فريق بيرامدز انه يحصد نقطة مهمة ويتفوق الحقيقة من خلال الاداء وعايز اقول بقى مهم حاجة مهمة ورسالة لكابتر ريد عبدالعيل كابتر ريد عبدالعيل قال مبارح انهما هيتغلبوا لكن انا بقول ان باتشيكو تفوق الحقيقة على تصرحات كابتر ريد عبدالعيل وتفوق على نفسه في اللقاء دا ادر ان هو يقفل وحتى كمان في بداية اللقاء كان ممكن يحرز اهداف بيرامدز ويكسب لكن الماتش يعني مشي زي ما هو عايز بتشيكو ومشي زي ما هو عايز لعيبته الحقيقة ادروا ان هما يطلعوا باللقاء بنتيجة التعادل صفر صفر برغم كمان من الطرد اللي كان موجود في البيرامدز لكن ادروا ان هما ينهوا هذا اللقاء بالتعادل السلبي صفر صفر دي نقطة مهمة في وجوده في المجموعة بتاعته لان الحقيقة ما زنبي كان متصدر مبارح ثم طبعا النقطة دي مهمة الصراع بقى هيبقى بقى على السلاسي ده مين اللي هيصعد؟ هيصعد اتنين هنشوف بقى الايام القادمة وكأن سانداونز ما بيقدرش او بيديه يعني النهار دا انتم بتتفرجوا كده على الماتش حقيقة تحس انه مفيش جماهير مفيش اهتمام من لعيبة سانداونز كمان بنفس القوة اللي بيهتموا بيها في المباراة الاهلي على اساس انه بيبقى هم تركيزهم الاكبر مش في اي مباراة غير مباراة الاهلي حقيقة ده اللي انا لاحظته يعني ده اللي انا لاحظته الاهتمام والحضور الجماهيري وتركيز اللعيبة واسلوبهم في اللعب واداءهم في اللعب بيبقى مختلف تماما عن الاداء امام النادي الاهلي وبالتالي النهار دا انا شفت اه هم بيلعبوا وصندونز يعني بطريقته لكن مش بنفس قوة التركيز لما بيبقى امام النادي الاهلي ولكن فرحة مهمة جدا ليه بيرامدز بهذه النقطة لان انت بتلعب فريق صعب جدا على ارضه وبالتالي تقدر النهار دا وانت بتاخد النقطة دي انك بتحطها كده في جيبك وتقول انا هصعد ان شاء الله بهذه النقطة لانها هتبقى فريقة جدا بالنسبة ليه فريق بيرامدز بس يحسن التصرف في المباراة القادمة ده ليه بالنسبة ليه مباراة بيرامدز ان شاء الله كل التوفيق زي ما بقول كده لكل الفرق المصرية اللي هتكون موجودة في بطولات الافريقية الزي مالك بقى في الكونفردرية هو الامدرن فيوتشر الاهلي وبيرامدز في دوري الابطال طيب